السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسائل خير لكم جميعا بسبب انتشار فيديو الآن مصور على جزيرة زلط الألمانية فيه هتافات معادية للأجانب ردود فعل قوية جدا المشاهد ساخنة المشهد انتشر بشكل واسع مثل النار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي على تيك توك أيضا على كل منصات وتدخل من المستشار الألماني نفسه والعديد من السياسين الآن على هذا الفيديو ولكن ناخد فكرة عنه للي لسه ما شافه أو سمع عنه اليوم هذا موضوع ساخن جدا 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 الفيديو هو على الشكل التالي يصور مجموعة من الشباب والفتيات أيضا على جزيرة زلط الألمانية جزيرة زلط هي جزيرة للأغنياء في ألمانيا والمشاهير والنوادي الموجودة فيها والمحلات والمطاعم هي لأولاد الأغنياء والطبقة العليا أيضا في ألمانيا التصوير هو في أحد النوادي هناك وهو نادي مشهور بوني هو برتادو يعني المشاهير والأغنياء أولاد الأغنياء ورجال العمال وما شابه ذلك مجموعة كبيرة من الشباب هتافات علنية عبل أنغام الموسيقى يقول في ألمانيا للألمان والأجانب يطلعوا برا بشكل علني وواضح يعني ألمانيا هي للألمان والأجانب عليهم أن يرحلوا أو يطلعوا برا ألمانيا طبعا أيضا في المشهد عم نشوف أنه في شخص كمان حاطت إيده على شواربه وريفع إيده اللي هي التحية النازية أيضا هذه المشاهد المقرفة والمقززة والعنصرية بحق الأجانب في ألمانيا لكن السؤال الذي يطرح لفسه الآن هو لماذا التركيز على هذا المشهد يعني ليست المرة الأولى نحن خلال سنوات طويلة موجودين في ألمانيا يعني أحيانا نشهد مواقف عنصرية أحيانا بيصير في أحداث عنصرية حتى ننعلب الأخبار بين الحين والآخر ولكن ما هي خطورة هذا المشهد تحديدا ولماذا هذا الاهتمام الإعلامي والشعبي والسياسي الكبير به خطورته هي على الشكل التالي أولا عدد كبير من الشباب والصبايا من الطبقة العليا من طبقة الأغنياء اللي مفروض هنن علية القوم الأكثر ثقافة وعلما وتقدما هنن اللي عبي يصدر منهم هذا المشهد الخطورة الثانية إنها بشكل علني يعني بدون خجل أو خوف أو إحراج علنا مجموعة كبيرة وعلى أنغام الموسيقى وعبي يتموا بيكرروا الباغولين للهتافات أيضا وعبي يقولوا بشكل علني وعبي يصوروا أنفسهم أيضا بالموبايل يعني الفيديوهات التشرت وأيضا اللي عبي يصور الأشخاص الموجودين عبي يقتربوا من الكاميرا وبيحكوا وبيغنوا على الكلمات اللي ذكرناها ففي نوع من العنجهية والعلنية حتى في ذكر ذلك النقطة التالية أيضا الخطيرة في الموضوع أنه ولا أحد من الموجودين أو الحاضرين خطر له أن يعترض على ذلك أن يخالف ذلك أن يمنعهم من ذلك وإنما الكل مندمج مع الموسيقى مع هذه الهتافات والعبارات العنصرية السؤال اللي يطرح نفسه الآن إذا كانوا أبناء الأغنياء والمشاهير وعبي يتوم بصفهم يعني أنهم من الطبقات العليا إذا كانوا هدول الناس عبي بشكل علني عبي يتلفظوا بهكذا أشياء وعبي يتصرفوا بهذا الشكل يعني بمعنى أنه أحيانا الموقف العنصري ممكن تشوفه من شخص يعني عنده مشاكل معينة ولكن من علية القوم أن يصدر منهم ذلك فالسؤال هو ما هي الخلفية السقافية وراء ذلك كيف تربى هؤلاء الناس حتى وصلوا إلى هذه النقطة واجتمعوا عليها جميعا وبهذه العلنية والعنجهية أيضا اللي عبي نادو فيها طبعا ألمانيا في عدد كبير من الأجانب الملايين يعني سواء الأجانب أو من لهم خلفية مهاجرة وهذه الهتافات العنصرية بهذا الوقت خاصة مع الآن ذكرى الاحتفال الـ 75 بتأسيس الدستور الألماني القوند كزيتس يلي أول مص مادة فيه كما درسنا بس الفحص الجزيرة الألمانية منعرف كلياتنا ديفوردس منشن سؤنان تاسبا كرامة الإنسان للمساسة بها فكيف الآن عبيتم المنادات بألمانيا والشعب الألماني حصرا والأجانب كلهم لازم يطلعوا لبرا إذن المشهد جدا مقرف ومقزز فلذلك الآن على المستوى الشعبي في وسائل التواصل الاجتماعي عم تشوف العديد من أفراد المجتمع الألماني الألمان الأجانب حتى أو من لو خلفية مهاجرة الكل الآن عم يندد وبيشجب هذا المشهد المقرف وانتشاره بهذا الشكل وأيضا الأشخاص اللي ظهروا فيه هذا من ناحية المستشار الألماني على المستوى الرسمي نفسه هو غولاف شولز الآن وصف المشاهد من هذا المكان أيضا سماها إيكليش يعني مقرفة وغير مقبولة وركز على فكرة أنه لا يجب أن نسمح لهذه المشاهد بأن تنتشر يعني أن يشعر هؤلاء الأشخاص اللي بيحملوا هالأفكار بالراحة بالتبجح علنا بالمنادات بذلك وتصوير أنفسهم حتى ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا رئيسة حزب الخضر غيكادا لانك وصفت المشاهد بأنها أيضا مسيرة للإشمئ زاز وأنها لا تستطيع تحمل هذه المشاهد أيضا شجب من وزير العدل الألماني أيضا من رئيس وزراء المقاطعة كذلك دانيل جونتا عن حزب السيد أولى مقاطعة شليس فيش هولشتاين إذن قبل جميع الشخصيات السياسية المهمة من المستشار كعلى سلطة النفيذية في ألمانيا إلى رئيس وزراء المقاطعة إلى وزراء الداخلية العديد من السياسيين الآن اللي عبينددوا بهذه المشاهد المقرفة وحزب الأسبيدي قدم طلب حتى أنه سيتم متابعة الموضوع قانونيا السؤال هو الآن حتى يتم يعني المحاولة الآن تعرف على الشخصيات الموجودة في الفيديو يعني من هم أين يعملون أبناء من هم حتى صدر منهم هذا التصرف بهذا الشكل ففي أيضا ملاحقة للشخصيات ممكن نشوف الآن أيضا يعني التبعات قانونية لهذه المشاهد التركيز الكبير هو أن هذه المشاهد ليست مجرد حماقات شباب أو أولاد يعني تصرف عدصري أو يميني أو متطرف لا الموضوع يعني واضح أنه من طبقات يعني عالية ومن طبقات أبناء المشاهير فهون خطورة الموقف وهذه العلنية وأيضا انتشاره وعدم الخجل مما حدث عدم وجود أي شخص يتدخل أيضا على جزيرة الأغنياء زلت فهذا هو يعني ما يعطي المشهد الأهمية اللي اكتسبها الآن في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تعبوا بس دخلتوا مرة بالالجوغيتموس بالخوارزميات حتى على تيك توك رحتم تطلع لكم الفيديوهات وتعليق الناس عليها أيضا في الحقيقة فيه يعني شجب وشعبي واسع ورفض لها أيضا من المجتمع الألماني والعديد من الناس أيضا يعني الأجانب أولا خلفية أجنبية الكل مشمائز يعني من هذه المشاهد وحتى الطبقات السياسية موضوع ساخن جدا في ألمانيا الآن ومنتشر واهتمام إعلامي كبير به رح أحط لكم تحت الفيديو أيضا بعض الروابط اللي ممكن من خلالها سواء منصة تيك توك ومنصات أخرى رح أشوف هيك كم رابط أحط لكم تشوفوا في المشاهد المقرفة يعني أيضا والهتافات اللي تم الإطلاق فيها التي يعني نودية بها في هذا المشهد طبعا وفي هذه المناسب لذلك تركيز الفترة الأخيرة أيضا هو على مكافحة التطرف اليميني والأفكار اليمينية أيضا في ألمانيا وأيضا الخوف من أن يسود جو عام يعني فيه تطرف يميني أو أحزاب تسمح بانتشار هذه الأفكار أو أن يشعر الشخص لذلك ركز المستشار على الفكرة أنه ما بصد حدا يشعر بالراحة أنه يقدر يعني أنه هالمشاهد تنتشر أو تتكرر يعني بهذه العلنية وهذه العنجهية لأهمية الموقف والاهتمام الشديد به الآن في ألمانيا حبيتنا لكون هذا الموضوع الآن في هذا المساء تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته